الحمد لله العليم الحكيم الذي فضل أهل العلم على من سواهم وجعلهم نجوما يهتدى بهم أحمده تعالى وأشكره على ما أسدى من منة وعتوية ودفع من نقمة وبلية وأستغفره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له له الأسماء الهسنى والصفات العلا وهو الألي الأعلى وأشهد أن سيدنا ونبينا وهبيبنا وقروتنا ومؤلمنا محمدا أبد الله ورسوله الهبيب المصطفى والرسول المكتبى والنبي المرتدى المبعوث بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونزيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام وصحبه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبئهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام اللهم أهينا على سنة حبيبنا وعمتنا على ملته وأحشرنا في زمرته مع الذين أنأمت عليهم من النبيين والصديكين والشهداء والصالحين وهسنا أولئك رفيقا أما بعد أيها المسلمون أوسيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا تهلوا بها أقوالا وأفعالا تسعدوا وتفوذوا في الدارين فالتقوى خير زاد وبها صلاة البلاد والعباد وهي الطريق المبلغ لرد رب العباد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أيها المسلمون العلماء لهم مكانة عظيمة ودرجة عالية في ديننا الإسلامي فهم ورسة الأنبياء وهو الراس الأقيدة وهو مات الملة وأئمة الدين وقادة الأمم ومله البلاد بهم يُعرف الهلال من الهرام والحق من الباطل والمعروف من المنكر والنافئ من الدور فقد رفع الله شأنهم وبين فضلهم وأثنى عليهم في إدة آيات استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو التوهيد فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونفى سبحانه وتعالى التصوية بين أهل الإلم وبين خيرهم فقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأخبر سبحانه عن رفعة درجات أهل الإلم فقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبيرا وأمر سبحانه بالسؤالهم والرجوء إلى أخوالهم فقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وشهد سبحانه لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا فقال سبحانه يؤتي الهكمة من يشاء ومن يؤتى الهكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قيل هي العلم النافي والعمل الصالح وشهد الله لهم بالخشية فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء وعمر سبحانه بطاعتهم فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أتيء الله وأتيء الرسول وأولي الأمر منكم أي الأولماء والأمراء وعمر سبحانه برد النوازي إلى أهل الإلم وأدم الحوض فيها بغير إلم فقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم أيها المسلمون كما جاء في القرآن بيان فضل العلماء ومنزلتهم أقدت السنة النبوية ذلك فقد روى أبو داود والترمزي وابن ماجة وأحمد عن أبي درداء رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والهيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورسة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما ورسوا العلم فمن أخذه أخذ بهز وافر أيها المسلمون من الواجب على جميع المسلمين توقير العلماء وإهترامهم ومعرفة قدرهم وتعذب معهم وعدم عيزائهم بالقول أو الفعل وفي الحديث ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرهم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ومن حقوق الألماء الدعاء لهم بالتوفيق والسداد وأرت بها هناك لايك كان لك وتعالي السياة الكعون وأرت وأشترك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبالتالي بهذا الشباب و باستخدمه وبالتالي شباب المترجم كلها تجدها دائما على جيدة كلها تجد فهمية على كلها تجد نفسها فالكدر يأمر اتحدث في تلك الناس يتعلمون و إن لا يشعرون بوجه ريد وفي تلك الناس يأمر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر